ونذهب الآن لنتابع وإياكم أداء شركة نايكي الأرقام التي صدرت للربع الثاني من العام المالي أرقام جاءت أفضل مما كان متوقع مما دعم أداء السهم الذي بالفعل كان من الأفضل أداء على الداو جونز منذ بداية العام أتابع وإياكم بداية الإيرادات الإيرادات التي كانت متوقعة عن 7.8 مليار دولار جاءت عن 7.7 لكن هذه الأرقام بالتأكيد كانت أفضل بحوالي 4% وبنمو 4% إذا ما قرنت بالربع الثاني من العام 2015 طبعا ما اختلاف عنه نحن هنا نتحدث عن السنة المالية للشركة في المقابل بالربع الأول من 2016 بحسب السنة المالية للشركة كانت الإيرادات عن 8.4 مليار دولار وأيضا أرقام كانت أفضل بحوالي 5% يعني بنمو 5% عن الربع المقابل من العام الذي سبقه الملفت بالتأكيد ربحية السهم والتي سجلت أرقام أفضل مما كان متوقع 90 سنت في حين كانت توقعت عن 86 سنت لهذا الربع وتأتي أفضل بـ 23% إذا ما قرناها بالأرقام التي سجلت في الربع المقابل من العام الماضي في حين الربع الأول كان قد سجل ارتفاع بـ 22% أيضا عن الأرقام المقابلة من السنة التي سبقه 1.34 تقريبا سجلت في المقابل الآن ويبقى النقطة الإيجابية الأكبر في هذه الأرقام كانت نمو الطلبيات المستقبلية بحوالي 15% هذه الطلبيات اللي بالأغلب سيكون تسليمها في حوالي شهر أبريل من العام 2016 أرقام أفضل مما كان متوقع بالتأكيد وكانت إيجابية المخزونات كانت عند 11% نمو في المقابل الآن طبعا كان الأبرز يمكن أنه بالطلبيات المستقبلية للشركة كان الأبرز بأنه عندها كان طلب من أمريكا الشمالية ومن الصين في أيضا لمحة عن تحسن الطلب من أكبر اقتصادات العالم إذا ما قارننا أداء نايكي وباقي الشركات على مؤشر الدوجونز الشركة كانت قد شجلت أفضل ارتفاعات 35% على مؤشر الدوجونز الدوجونز اللي منذ بداية العام 2015 كان متراجع بحوالي حوالي النقطتين المئويتين تقريبا أو نقطتين وربع النقطة المئوية إذا ما احتسبنا هذا الأداء حتى نهاية جلسة الثلاثاء الثاني والعشرين من ديسمبر ماكدونالز أيضا ارتفعت بحوالي 25.6% هوم ديبون أيضا 25% ومايكروسوفت أيضا كانت قد سجلت حوالي 18 نقطة مئوية من الارتفاعات على مؤشر الدوجونز